هارد لك ليه المنتخب الوطني المصري يمكن شوت في الأول في البداية ما كانش جيد وإن كان بعد كده الأمور تماسك من المنتخب الوطني وبالأخص يعني الأداء الجيد أو التنظيم الجاية تجيه في الشوت الثاني ثم طبعا الوقت بينتهي بالأصل بفوز السنغال وعلى سفره بالتالي ناتجة اللقائين بتتجهت إلى الأكترا تايم ثم طبعا تعادل في الأكترا تايم وضربات الترجيح حسمت بشكل كبير عدم وصول منتخبنا الوطني لكأس العالم هارد لك لمنتخب مصر يعني الواحد كان يتمنى الفوز والوصول لكأس العالم يعني شعب مصر دايما فرحته هي كرة القدم سعدته هي كرة القدم ولكن دائما كرة القدم يعني يعني مش كل حاجة مش كل وقت هتديك يعني في وقت ما لو قد يعني بتبقى صعبة عليك وفي وقت ما لو قد بتبقى سهلة وبتسهلها لك لكن النهاردة الأمور كانت صعبة على منتخبنا الوطني ضربات الترجيح اللي ضاعت كانت برضو غريبة جدا كان بيشترك معنا المنتخب السنغالي بنفس ضربات الترجيح في ضياعها لكن احنا نجمنا الأفضل في ضربات الترجيح اللي بيسددوا بشكل جيد ضيعوا وبالتالي طبعا الأمور كانت صعبة جدا على المنتخب أكيد فيه أمور كانت ممكن نشتغل فيها فنية أفضل من كده خصوصا أن احنا كان عندنا الأمور جيدة في شط التاني والتالت والرابع لكن يعني الاستغلال لأمور الفنية ما كانتش كما يجب في بعض الأحيانة وبالتالي يعني الهزيمة بدربات الترجيح اعتبر بشكل كبير في قانون الفيفا أنها دايما بتدي أن دي حالة تعادل ولكن حالة التعادل أو الفوز اللي حصل من ضربات الترجيح أهلت المنتخب السنغالي إلى كأس العالم للمرة التانية على التوالي في تاريخه وبالتالي دي طبعا أول مرة تحصل له يعني أنه يوصل مرتين متتاليتين هارد لك للمنتخب الوطني أدوا العيبة اللي عليهم رجالة يعني أكيد كنا نتمنى الوضع يبقى مختلف عن كده لكن هي دي كرة القدم هنتكلم في الأمور الفنية لأن في حاجات فنية كتير في المباركة ممكن تختلف الأمور بشكل كبير في اللقاء من خلال طبعا تعليمات أو تغييرات أو تشكيلة معا جمنا في الستوديو كبات المصر